كابتل محمد وقفتك عند حتة الملعب وازاي نستثمر الملعب ما يكونش ملعب بس لكرة القدم او للمباراة كرة القدم ان احنا نستثمره في امور اخرى انا لما وحرك اكيد سفرت ملعب كتير خروجة انك ممكن تلاقي قافيات ومطاق ممكن تروح تخرج اصلا في الاستاذ من غير مباراة خروجة وتلاقي متحف وتشوف حاجاتك عظيمة في ملعب كثيرة في العالم ازاي نستثمر ملعبنا ونخليها فعلا مكان الناس تروح تتفسح فيه طيب خليني ابتديلك بحاجة اللي انت قلته ده كله صح يا كريم مثلا ندي مثال ملعب هتديك مثال في ملعب في مصر ومثال ملعب بره حصل ايه مثال ملعب بره حصل ايه عندك ريال مدريد ريال مدريد لو انت روحت تسد ريال مدريد لو روحته هتلاقي ان التلات سنين او الاربع سنين اللي فاتوا كان خطة انا كنت هناك كنا بنعمل معايشة النادي الاهلي مع ريال مدريد مم وبوترجينيو اللي هو المسؤول العلاقات العامة في ريال مدريد طبعا كان اسم كبير جدا طبعا بوترجينيو فما جينا قعدنا وشوفنا بيعرض الاستاد هتعمل وتعديل ازاي قال انا عاوز اجي اعمل مول في ظهر الاستاد وهرحل الملعب واقدي وصفرنا وشوفنا المكان بتاع في خلال تلات سنين هيتعامل كده عشان يدخلنا دخل لقدام ده اللي بتعامل فقلنا اوكي يعني ماشي خلاص انت فاهم هيمول وهيتعامل عشان الاستاد السنة دي حصل ايه السنة دي انت عندك برشلونة الربطة تدخلت شوف انا بيلفلك على حتة كبيرة كده تدخلت ولاقت ان موضوع الرقابة المالية على النادي فنزلوا من 347 مليون اجور اللاعبين ل 98 مليون عشان كده ان السنة دي تلاقي برشلونة فين في المركز السبعة والتنة ده واحد ريال مدريد اجور اللاعب من 430 تقريبا وصلت ل 735 وادروا يجيبوا ام بابي بفلوس كمان ليه؟ الميزانية تسمح طيب انا بقولك الكلام ده ليه؟ علشان في الآخر انت ممكن تبتدي تعمل مشاريع المشاريع الرياضية دي تقدر تجيب لك عائد كبير جدا مثال ايه؟ استاد الكهارة استاد الكهارة انت عندك استاد الكهارة وعندك حواليه مساحات عظيمة عظيمة فيها كل حاجة صح طيب انت ممكن استاد الكهارة ده يتقلب الـ Sport Complex او مدينة الرياضية عظيمة جدا 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 تحط فيها كل حاجة انت عاوز تقدر تحطها وهو كمان الـ Location او المكان بتاعها كريم يعني في الـ Center يعني اي حد عاوز يعمل اي حاجة راضية تقدر تعمل مدرسكورة تقدر تعمل خروجات تقدر تعمل كافيات وهو فيه فندق على فكرة انا عارف كل حاجة في استاد الكهارة فقدر اقولك الحتة ايه او الاماكن ايه بس ممكن تقدر تطلع بالمستوى وتعلي جامل جدا ان استاد الكهارة مش يستخدم اثناء المباراة فقط ولكن يتم استخدامه في كل حاجة بره بيعمله ان فيه مؤتمرات طبع للشركات الكبيرة بتبقى في الملعب على فكرة بيحصل كده في بنفيكا بيحصل كده في المدريد في برشرونا لو سألت اي حد سيء وبتاع ايه شركة اجنبية هيقولك او تم استضافته بره بيتعمل في الاستادات مؤتمرات كبيرة جدا لشركات كبيرة اخر حاجة عملت كانت فيه اكبر مؤتمر رياضي في العالم اسمه WFS الورد فوتبول سامت ده علشان الكورونا تعمل في استاد وكل انحاء العالم والسبيكرز الناس المتحدثين ومجوم العالم كلهم كانوا موجودين في المؤتمر ده فانا بتكلم انت لا الاستخدامات كتيرة جدا وكبيرة جدا يا كريم حاجة تانية انت عاوز الربط انا بس عشان جبت سيرتها الربطة الدوري الاسباني بتدخل مية خمسة وتمانين الف فرصة عمل فانت عندك لسه تلاقتي بدأ مشروع ربط وجيب ناس فعلا ناس محترمة ناس مصقفة ناس كويس فانا بتكلم الفكرة في ايه الصناعة الرياضية تستغل الامكانيات البشرية اللي عندك تستغل الانفراستركتشر او البنية التحتية اللي متوفرة حاليا في الاستادات انت عندك ست استادات فعلا معمولين بشكل جاي جدا ومثالي اللي هم تم استخداما في البطولة وتدر انك انت اتطور كمان ان يمكن احنا شفنا المشروع اللي اتعمل بتاع شركة استادات فاخدت استادات للمحافظات كلها وتم تطويرها الاندية كلام ده كله يا كريم ده على فكرة ده فكر جيد جدا وصناعة رياضية بحقيقة شكرا شكرا